بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد من أعظم ما أعبد به ربي الدعاء بس السؤال إذا يدعى ربنا اعلم أن الدعاء هو العبادة قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سياق الآية إن الذين يستكبرون عن دعائي لكن لما ربنا يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي يبقى صار الدعاء هو العبادة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة إنما الدعاء نصف العبادة ده حديث ضعيف رقم اثنين الدعاء يحبه الله عز وجل اسمع الحديث الجميل ده من لم يدعو الله يغضب عليه يغضب عليه ليه لأن اللي ما بيدعيش ربنا حاجة من اتنين يا متكبر شايف أنه مش محتاج يا يائس وكلاهما مزموم عند الله عز وجل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله رقم ثلاثة الدعاء كريم أو على ربنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أكرم شيء على ربنا الدعاء أيضا الدعاء يا جماعة تخيلوا يرد القدر خايف من موتى مؤلمة ادعو ربنا خايف من الفقر ادعو ربنا خايف على ولادك ادعو ربنا يغير القضاء والقدر اسمع تاني الدعاء بيغير القدر الدعاء بيرفع البلاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر برك لوالديك يعني ممكن ربنا يطول عمري بجد آه ممكن يبقى فيه مشكلة نزلة والدعاء يرفعها طبعا اسمع انت كسبان كسبان واوعى تقول ابدا في حال من الاحوال ولو في وقت من الوقات ربنا ما استجابش ليه ليه؟ لان انت لما بتدعو ربنا اولا بترفع ايديك لربنا وتطلب حاجة ربنا بيدي لك واحدة من ثلاثة اقل شيء ادي لك اللي طلبته اطلب بقى الرقم اللي انت عايزه من الفلوس ان شاء الله تأخذه ده اقل حاجة ام الاعلى شوية يرفع الله عنك من البلاء مثلها انت ليك باب في السماء بيطلع منه العمل وينزل منه الرزق والقدر فلما بتطلب من ربنا حاجة اللي انت طلبته ده صار دعاء وعبادة طلع لربنا وفيه ابتلاء نازل فيتقبلوا ما بين السماء والارض لو الدعاء اقوى يأخذ البلاء ويطلع ويتقاصوا الباقي تاخدوا حسنات طب لو البلاء اقوى ينزل مخفف طب الدعاء ادل البلاء يتصارعان الى يوم القيامة لا الدعاء يرفع ولا البلاء ينزل العظمة دي طب رقم ثلاثة انك لما بتدعى ربنا ربنا يداخر لك هذا الدعاء فيعطيك اجره يوم القيامة وانت احوج ما يكون يعني انت مع الدعاء كسبان كسبان فالدعاء يرد القدر كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء ينفع في كل الحالات فيما نزل وفيما لم ينزل يعني الدعاء وقايا وعلاج حاجة نزلت تدعى ربنا يعالجها الله عز وجل طب حاجة ما نزلتش الدعاء يرفعها يبقى وقايا وعلاج الدعاء سبيل السعادة قال الله عز وجل ولم اكن بدعائك ربي شقية لا شقاء مع الدعاء طيب اللي يخليني ربنا يستجب دعائي خمسة خلي بالكم الدعاء زي طائر له جناحان جناح وسائل الاستجابة والجناح الثاني قيود الحرمان حقق وسائل الاجابة احذر من قيود الحرمان وسائل استجابة الدعاء رقم واحد الايمان واليقين رقم اثنين القلب رقم ثلاثة المحبة رقم اربعة العدل رقم خمسة الاستجابة لامر الله عز وجل قيود الحرمان خمسة ايضا المال الحرام ترك الايجابية الدعاء باسم الاستعجال اهمال السنن الكونية يلا من الاول الايمان بالله عز وجل من وسائل الاستجابة ربنا اننا سمعنا مناديا ينيادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا يبقى قالوا ربنا فاغفر لنا بعد ما اقدموا الايمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم موقنون رقم اثنين من اسباب استجابة الدعاء ان قلبك يبقى حلو ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه فيه ناس لا تردوا دعوتهم دعوة الوالد عشان قلبه حلو لابنه دعوة المسلم لاخيه بظاهر الغيب عشان قلبه نظيف من الحقد والحسد رقم ثلاثة المحبة الحب انك بتحب فلما الاب بيحب ابنه فبيدعوله بيستجيب الله عز وجله رقم اربعة العدل ولذلك دعوة المظلوم مستجابة ليه لان ربنا اسم العدل رقم خمسة الاستجابة لامر الله اسمع الآية واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان تزعل لما تلاقي بعض المشايخ يقف هنا لا اكمل الآية لان لسه فيه قايدين مهمين جدا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي استجب لربنا عشان ربنا يستجب لك فممكن ربنا ما استجبش لك لان انت لما استجبتش لربنا طب رقم اثنين وليؤمنوا بي طب انا مؤمنوا بادعوا ربنا طب ليؤمنوا بي هنا معناها ايه ليؤمنوا باختياري انا كالله لان ممكن اللي انت بتطلبه داي يكون هو الشر ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ولذلك سيدي ابن عطاء الله السكندري يقول لا يكن تأخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الاجابة ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد وفيما يختار هو لا فيما تختار انت لنفسك مهم جدا فالاستجابة لامر الله احذر من قيود الحرمان احذر من المال الحرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر مه المرسلين فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعس اغبر يعني دي اسباب الاستجابة ويمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فانه يستجاب لذلك احذر من ترك الايجابية ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تدعو بإثم ولا بقطعة رحم ولا بظلم ما تقولش بدع ربنا وربنا ما استجاب ليش لان الحاجات دي كلها من موانع الحرمان اهمال السنن الكونية يعني واحد مش متجوز وقول يا رب ارزقني الزورية الصالحة تب خد بالاسباب طالب مش بيذاكر ويقول يا رب نجحني لابد من الاخذ باسباب السنن الكونية اخيرا ادعو ربنا ازاي ابدأ بالثناء على الله والصلاة على سيدنا رسول الله ثم اطلب ما تشاء ثم اختم بالصلاة على سيدنا رسول الله وقل امين يستجب لك رب العالمين شكرا جزيلا